بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقر كيمياء عضوية واحد وسنمر إلى المحور الثالث الذي يتمثل في شرح قواعد تسمية هيدروكربولات الألفاتية المشبعة والغير مشبعة وكذلك أهم المجموعات الوظيفية حسب النظام العالمي للكيمياء البحثة التطبيقية ثم في الجزء الثاني من هذا المحور سنقوم بشرح درجة عدم التشبع للمركبات العضوية وأنواع التشكل للمركب العضو بداية الهيدروكربولات تنقسم إلى قسمين كبيرين إلى هيدروكربولات ألفاتية وهيدروكربولات أروماتية وتنقسم الهيدروكربولات الألفاتية إلى قسمين إلى هيدروكاربونات ألفاتية مشبعة وتسمى الكينات الكينات وهيدروكاربونات ألفاتية غير مشبعة وتنقسم إلى قسمين إلى الكينات إذا كانت تحتوي على رابطة ثنائية كاربون كاربون وإلى الكينات إذا كان المركب يحتوي على رابطة ثلاثية كاربون كاربون وتنقسم كذلك الهيدروكاربونات الأليفاتية المشبعة والتي تسمى بألكانات إلى قسمين إلى ألكانات ذات سلسلة مفتوحة وألكانات حلاقية إذن سنبدأ بشرح كيفية تسمية الهيدروكاربونات الأليفاتية والتي تنقسم إلى أليفاتية مشبعة وفي الجزء الثاني سنقوم بشرح كيفية تسمية الهيدروكاربونات الأليفاتية الغير مشبعة إذن سنبدأ بالجزء الأول من المحور الثالث حيث سنقوم بشرح كيفية تسمية الهيدروكاربونات الأليفاتية المشبعة إذن وتنقسم الهيدروكاربونات الأليفاتية المشبعة إلى قسمين إلى المشبعة ذات سلسلة مفتوحة وتسمى بالألكانات المفتوحة ولديها السيغة العامة CnH2n مع 2 وكذلك إلى هيدروكاربونات ألفاتية مشبعة حلاقية وتسمى بالالكانات الحلاقية ولها السيغة العامة CnH2n إذن سنبدأ بشرح كيفية تسمية الهيدروكاربونات الألفاتية المشبعة ذات سلسلة مفتوحة ويمكن لهذه السلاسل المفتوحة أن تكون إما مستقيمة أو أن تكون متفرعة إذا كانت هذه السلاسل إذن مستقيمة تسمى بالالكانات المستقيمة وفي هذا الجدول كتبنا إذن هذه المركبات التي تنتمي إلى الالكانات المستقيمة بداية من المركب الأصغر والذي يسمى بالميثاين CH4 ثم بتدرج نجد المركبات الأخرى والتي لديها السيغة العامة أو السيغة الجزيئية CnH2n مع 2 إذن نذكر هنا بتدرج الإثاين C2H6 ويتحتوي على كاربونين أو البروباين يحتوي على ثلاثة كاربونات إذن سلسلة مفتوحة من ثلاثة كاربونات البيوتاين سلسلة كاربونية من أربعة كاربونات البنتاين خمس كاربونات الهيكساين ستة كاربونات والهيبتاين سبعة كاربونات إذن يمكن أن نكتب بهذا الشكل إذن CH2 خمسة كاربون والأكتاين ثمانية كاربونات كذلك كلها إذن لها السيغة الجزيئية CnH2n مع 2 9 C9 إذن CH2 سبعة وكاربون ثم ننتهي في هذا الجدول بالسلسلة ذات عشر كاربونات وتسمى بالديكاين ستة إذن كاربون CH2 ثمانية ثم إذن كاربون كما يجدر الملاحظة هنا بالنسبة للأربع مراكبات يعني باستثناء الأربع مراكبات الأولى فإن باقي المراكبات تشتقوا من الأرقام اليونانية فبانت وهيكس وهيبت وأكت ونون وديك هي أرقام يونانية نعني بها إذن خمسة ستة هيبت يعني سبعة ثمانية أكت وتسعة نون وعشرة ديك ترجمة نانسي قنقر